اشتركوا في القناة لهذا الغارة اليوم حضرة معنا ومشرفانا مونا صباحي ولي هي كوتش معتمدة في التطوير الذاتي بطبيعة الحال ولي معنا غنر تشوف موضوعنا اليوم مرحبا بيكم مونا اهلا سكيدا شكرا اللهم ملك الحمد عباشركم بروقب عمينا وعليك يا ربي وعلى جميع المشاهدين وعلى جميع المسلمين في مكانه لا لا يا خبتك رمضان هاد العام مجاش كيف مما رمضانات يمكن هاد العام احسن من العام لي فت الحمدولله ولكي ماشي احسن من الاعوام اللي باست كان شي حويجات اللي كانوا ضغط نفسي كان مجموعة من الامور اللي ما زالها قرطة وكنا نشوفها في المشامعة ديالنا اليوم ولكن خلاتنا نطرحوا واحد الاسئلة واش احنا فوضع اللي هو ساليم واش احنا مرتاحين واش خاصنا نبدلوش حويش في حياتنا واش خاصنا نرضاو بالواقع ديالنا واش 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 وبزف دي الاسئلة اللي تطرحات في هاد الرحلة اللي عشناها مع الكوفيد اهنا نبغي نطرح عليك السؤال خلال هاد العشر الاواخر ربما ما كتكن فرصة باش نعاودو الراجع على الحسابات ديالنا لماذا الشعار الاجتماعي دينا خلصنا نصبر وخلح حاجة ما تكونش عجبانا ومما تحينش بها أصبار إليها لماذا بكل بساطة يعني الجواب أبسط من ما تتوقعين هو أن المفهوم غالط هو أن ميكي يكون عندي واحد المفهوم غالط ستطبيعي أن السلوكات ديالي وتكشي اللي كندير والقناعات ديالي إن طلاقا من رجل المفهوم غالط ستقوم بالمشي معه فما هو الصبر؟ أمي أنا صبر على شيء مالذي تأديني في نفسي، في ديني، في العلاقات، في صحتي، في التطوري وتضيع بياغي الهوية؟ ما هو الصبر الذي تكلمون عليه؟ وصدقوا له كما قلت، بل خلفيات دينية، خلفيات مجتمعية، خلفيات في التربية وأي نريد أن تتوقفها في حال هكذا، لا أمي صبر وأنا أتأكد هذا المسألة أي صبر الذي لا يؤدي بك النتائج إيجابية فهو ليس صبر حقيقي هو صبر سلبي أي أنت ركت صبر يعني تتحمل ولكن ليس صبر الذي كانت تكلم عنه الذي يتكلم عنه في القرآن الكريم والذي يتكلم عن التطوير الذاتي والذي يتكلم عن أي شيء الذي يريد أن تزيد بك القدم أي صبر على حالة أو شيء أو عمل أو علاقة لا يؤدي بك نهاية الصبر الأشياء إيجابية فهو صبر غير حقيقي ممكن يكون تحمل سلبي ممكن يكون تواكل ممكن يكون عدم رغبة في العمل حيث نوبات مثلا يقول لك شي واحد أنا ملقيتش خدمة وأنا صبر وتعود على الكاسل يمكن أن نستعمل هذا المصطلح يمكن أن نستعمل هذا المصطلح في واحد يقلب على الخدمة يقول أنا صبر تنقلب وصبر هذا ما ملقيته فهو يدخل لا يرد البال في واحد السلسلة من الكاسل وهذا هو يدخل ويشتغل معهم يقول لكم ما مرة قدتي ومثل ما قدتي بعد ذلك السابق لا وراني صفته كثيرا أقول إنه صبر تقوم بزاف 10-20-30 مرة هادية صبر ويخدم لك ويخدم لك لا وراني صبر لا هذه اسمتها كاسل هذه اسمتها تعودت عن النعاس هذا اسمتها تعودت أنك لا تقوم بالفعل لا تقول لها صبر او مثلا يقول لك شي واحد في علاقة زوجية مثلا كتلقى سيدة وهذه معروفين بزاف كتلقى سيدة تتعرض للتعنيف الجسدي والمعناوي والمادي من الزوج ديالها والعلاقة سمية ومكين لا احترام لا مودة لا رحمة لا ولو وكتلقى مجموعة من الناس اللي محيطين بيها تقولوا لي واغي صبري صبري علاو الدولاتك وش هذا هو الصبر اللي كانت تكلموا عليه هذا ماشي صبر هذا القهر القهر تسمى الخنوع تسمى أن الإنسان لأنها تصبر هذا وهذه حالات حقيقية أنهم سيدة تتلقىها اللي قتلت أولادها وقتلت راسها او حاولت أنها تقتل راسها ولا تقتل ولا تقتل ذلك الرجل شو في تخيل لك استخميته ولا تنتحر ولا تدخل في حالة من الاكتئاب الحاد أو يچف العنف اللي يتمارس عليها من طرف الزوج تخرج في الأولاد وبالتالي أخرج من الناس المعطوبين من الناس المرضى من الناس المرضى من الناس المجدين من الناس المقهورين من الناس الذين يتعلمون ويطبقون ذلك ولا يتقبلون بصفاء هذه من أطرات أخرى في المجتمع لأنهم تتعلمون به هذا ليس معناه أنه لديك مشكل في العلاقة إذا كان يصبح تطلق أو يصبح تضرب أو يصبح تصبر في هذه العلاقة أنا أخدم على رأسي وما يريد أن يتغير وما يمكن أن يكون خلال في هذه العلاقة من الجانب المادي فأنت لدي أحد المدخول المادي وما يمكن أن ندخل أي شيء بالعقل لديه قيمة وعند زوجه هذا هو الصبر أي صبر غير مقهور بالعمل ليس صبر أسوكير ليس صبر حقيقي ليس صبر إيجابي تسميوه الذي تريده وقلبوا على تسمية الحقيقية التي لا تكذبوا على رأسكم بها وتسميوها صبر نعم مجتمعنا ربما مونة لماذا نسبة لنا الصورة الصبر مقهورة بالقهر يجب أن نصبره على وضع معين وما يمكن لن أغيرÉ وحاول يجب أن نصبر بالعودة الرجول التي يعتبر بالتعدد بك تسميوها وعند مرتبط ربما يرد من الجانب يجب أن نصبر على هذه المرأة وخيرة لم نعجبني حيث أنه سيكون مدخول عندي وما يرد من الجانب لا يمكن أن نصبر وإن ستبري على أولادي وخير يهيدني وله يضرني يجب أن نصبر وإن سمير لنحن أن نصبر المفهوم السبر والمفهوم القرب الله سبحانه وتعالى مرتابط بالقهر مرتابط بأنه تقصح حد مش نقرب الله تقصح حد خسني نفكر في أنه كيف نصبر وكيف ندوزها لماذا لدينا هذا المنطقة هذا مع أنه بعيد كل البعد على الحقيقة جال الصبر لأنك ما قلت لك لاعب في المفاهيم ومفاهيم مغلوطة من الأول رأي لحظتك مثلا قلت لك سوكينا باش تنشح في حياتك خسكي تعرضي الإيهانة خسكي نسي عفسو عليك خسكي تقلمي خسكي تديري حتى لا تتأكل وكنت في الفقر المدقع أنت هي لي مزيانة في حياتك وكنت لي هاتو وصل لي راب لا تردل هذا هو التوجه لها يكون عندك لأن ربطي نتيجة بأفعال فإلا ربطت أنني ذلك القهر وإحساس بأنني مكرفس وأنني ميت وأنني بأفعال نتيجة إيجابية وهي جزء إيبوتيتيك أريد أن أفتراضي في دماغي سأتحرك مع ذلك المفهوم في حين أن الصبر الحقيقي هو أي صبر مقرون بفعل إيجابي من أجل الوصول إلى نتيجة إيجابية هذا هو الصبر أريد أن تربي ولدك ويكونوا أصغار هؤلاء يلعبون هؤلاء يوصخون هؤلاء تعلمون بشي حياتك هؤلاء يتوكلون هؤلاء يتصلون إلى السنينة ويكتبون معها ودخل المدرسة الخطوات الأولى ويكتبون ويكتبون هذا يطلب صبر أو لا يطلب صبر ويكتبون لا يطلب الإستثمار شخصي وإستثمار شخصي الأعصاب ويقعون أو العمل على الدات هذا صبر لهذا، لأنني كان بني إنسان بنى إنسان لنفسه ولمجتمع كان يعمل على مشروع إنسان فأنا كنصبر على رأسي إذا يتتصل إلى إستثمار اذا يتصل إلى ح breasts كنصبر باش أنني نعمل كنصبر باش أنني ليص Pangu كنصبر باش أنني نوكل كنصبر باش أنا أنت عمل وأنا حقق لي واحد الكعب واحد الانفيرول ما وحد المحيط اللي في بعض الأشياء أو الأساسيات من أنه يكون في واحد المحيط إيجابي. هذا هو الصبر مقرون بالعمل مقرون بالمطابرة ما قرون بالطاقة الإيجابية مقرون وحد النتيجة إيجابية كنت إذرا هذا هو صبر لا تكون çalış في العمل و ت targeting عن الموضع و تعييط للناس وهذا انه وهذا يقدر يكون هدا يقدر ما هذا يمكن هذا يقدر يجيه هذا صبر إيجابي لأنه يقدم المحتوى وعمل 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 وزيادة كبيرة في الوزن أو ضعف كبير في الوزن وانتجم المحتوى من المحتوى من الصحة نقول لا لا لقد قد نقص 10 كيلو ونقص من العشان ومن المحتوى هذا صبر الذي يصل إلى نتيجة إيجابية من أكثر الملدات هي الأكل والشور في الصيام هذا صبر إيجابي لأن أولا الصيام على قبل الله عز وجل تحاول تقمع و تسيطر على الغرائز الأساسية تحاول أن تسيطر عليها و تركز على نفسك تلاحظ أن الذي يدرس الصيام بالطريقة الصحيحة و يمثيق نبع ثلاثين يوم من الصيام و من أداء العبادة و من الصلاة و من شحن الطاقة الإيجابية تجعله إنسان واحد آخر في كل مجالات الحياة تجعله جلده حسن و صحته حسن تجعله الأفكار والطريقة التي يفكر بها لأن قمع الغرائز الأساسية تحكم في الغرائز الأساسية و في المشاعر و في الغضب و الغوات هذا هو الصيام لأنه يجب أن يتضرب معك تتكلم في رأسك و إذا كنت قبل تقدر تقبل ما تريده ليس ما تريده لأنه يجعله مقبول هذه الأساسيات التي تعرف عليها لأنه يجعله مقبول لأنه يجعله مقبول لأنه يجعله تفاجر لأنه يجعله تفاجر لكننا أجمع رأسك إذا كنت تحكم و نصبر على الغضب و نصبر على المشاعر و ندفاع المشاعر السلبية فهو نغير من سلوكات و نغير من نفسي فهو هذا الصبر هذا هو الصبر الحقيقي و أي صبر نعوده مئة ألف مليون مرة أي صبر ما مقترنش بالعمل و النتيجة دياله ماشي إيجابية ماشي صبر قلب على المصطلح الحقيقي اللي كتقسن به هو موناء مي كان قوله صبر إلى جانب الجانب الديني يقترانه بالجانب النفسي والتنمية البشرية كان طرحوا واحد السؤال علاش كان غيبه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها و نستحضره يجب أن تصبر حيث أنت في الوضع ماشي ويدك و تزيد الطمع على رأسك و معدنا ما نديره لك الشيء الذي أعطى الله عليك بالصبر نقول لك أنا كيفاش كان نشوف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ماشي معناتها أن هذا شرح ديالي أنا شخصي و يتماشى مع التطوير الذاتي و مع أنك تأخذ بالأسباب و مع أنك تزيد القدام و مع أنك تدير ليعليك من يحتك الله عز وجل في الوضعية اللي صعيبة و تجد أنها صعبة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بمعنى أن الوسع ديالي و الجهد ديالي قادر على أنه يستحمل على أنه يلقى حلول على أن نستفد من هذه الوضعية و نخرج منها بأحسن النتائج على أنني نشتغل على النفس ديالي و نطور من نفس ديالي على أنني نتعلم شيئا من هذه الوضعية و أنا أجعلها المصر أدهوة أدود بالنسبة لي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكي لا نستطيع أن نستطيع أن نتعلم لتواكل و لا ربي عز وجل النهائي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا بأنفسهم هذه آية صريحة لا يوجد cognitive هذا الآية ما تقول أي لا، إن الله والتوكيد لا يغيروا ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم لا يعجبك العلاقة لا يعجبك الوضعية صحتك ربي يغيرك إلا غيرتني عن نفسك و ماذا يغيرنا تغيره عندك الوسع عندك القدرة و هنا نتعمل الصبر هنالك تعمل الصبر الذي تعمل على نفسك الذي يتقابل وتقلب على الحلول و تجربه و لم يعدك نتيجة فهذا ما لديه وصافي، أنا قمت بحراء ومحدة لتحصل على حلول. لا. قمت بحراء الحلول و لم يصدق لحل الأخرى، هذا ما أعرف أن هذا ما صدقه. ثالثة، لا يمكن أن تعمل بهذا الطريقة وتتوكل الله عز وجل و لم يتحصل حوله. لماذا يمكن أن يحصل المسؤول بأن أننا أرفع عمل الإيجابية في حياتنا؟ أولاً كان يكون محيط بأنفسنا بمجموعة القناعة ويحصلون إلى الوصول وليس فقط نشمع الأخطاء وحواة في الأرض لنخرجوهم، نفس الشيء دعونا القناعة غاملين نظر، نتدبر، نقول الألباب نظر الإنسان يتجه يعملون لعقل أول شيء هي القناعة نحن نحوطون بهم نفسنا لان يخرجون ونفضون 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 ويصالحين وما نفضون من خدمين لنا أي شيء لم يكن تشبيه القدم فهي لم يكن أخذه أسفل طويلة ثاني شيء نسل يبحث عنهم ما هو هذا الناس عندهم لا يسكوخ وقالوا في كل ما جاء هذا تشكى وانت في محيطة تكسيك يساعدني ويصف منك فكذت تقول لها أنا مني من كثير وكل شيء في حلاكة هذه النهار تكلمنا من الجانب الدنيا. وراء الله عز وجل في القرآن أكثرهم تبعها مصيبة. أكثرهم لا يفقهون لا يفهمون لا يبصيرون. لا يوجد أي شيء. إذا لم يتلقى بزيف. رجع الله ويقول لك. ما يوجد شيء ما هي هذه. إذا نرى المحيطة. ثالثة نرى السلوكات. ما تفعل؟ ما تفعل؟ ما تفعل؟ بالنسبة لطباقي الأخر في حياتك. ما تفعلوني؟ والهدرة الخوية. لا تن лишь ترونها أو احراطا تست 유명ة في كانت الوقت. عها المعد جنعة لم أجد ساعة 0,5 إلى أكثر. تشت ناس الموين ديال الوقت اللي متيم الضوء في قلب المواقع التواصل سبعاد السوائع في النهار سوكينة ومنك تشوف المحتوى اللي كيتلقاوه هذا معيور هادي فضيحة هادي هذا شوية ديال الدحك هادي شوية ديال التفليه هذا شوية داكوخ انت عمزيانة شقع كامل فاش زاد بيك واش غير لك شي قناعة واش زاد بك القدام واش ركين واحد المحتوى رائع الانترنت وكين محتوى فاسد على الانترنت إذا نحن واش نقلبه وليزال قوية مدير المواقع التواصل دكية هناك تخفز وليزال قوية محتوى مدير المواقع التواصل والتكلم وليزال القديم يقضي هذا الدنيا دائما تكون عندك بارازيت ولكن اللي تنتحدث عنه هو السائد و الدليل لحليت موقع التواصل اللي عندي ليش لديك لديك ماشي لديك الان الاخر لأنه يطلع لك الفضائح ومشاكل ومشاكل وتيطلع لك مصيبة فلان وهو neues الطائعة تتقلب عليهم وانا تنتحدث عقائل لهم وانا تنتحدث عن عن المسطل والفضل السلبي ثاني اتتكال فلانة أشكرتكم قلت لها لما خضعين نظام النغو ماركيتيك بطريقة عجيب جداً ونحسوك نجعل ورسنا مستيارين نحن الله عز وجل عطينا القدرة على الاختيار رحنا لولو بخانتال هذه النصية هي القدرة على الاختيار هي القدرة على أخذ القرار فعلش أنا كنمحيها و كنسكتها و كنقلت بأنا صابر لا أنت هي كاسول لا يمكنك أن تكون تحديد ووجه رأسك نعطي المصطلحات الحقيقية نكون صريحين مع أنفسنا نحكي المرايح و نرى رأسي و نقول مونة صراحة كاسلتي هذا ليس وصف عام هذا غير إدرى مستيار على هذا النهار و نقول نستريق رمشات ما نبدأ؟ أول حاجة للمحتوي الآخر نعصف ثالث حاجة الأكل والشرب الرابع هو النشاط البدني. الخامس هو العلاقة ديالي. ستجد طاقة إيجابية لا تتصور و تتعمل و تمر للفعل. إذن نتعلم لغة ، نقلب على خدمة ، نكمل في قريتي ، نعاون ولديتي ، نتعلم شيء جديد ، نصلح علاقتي داخل البيت ، خارج البيت. تبدأ بالأساسيات ، تجد طنوبيل و تستطيع أن تكسر بها ، إذا لم تستطيع أن تكسر بها ، نبدأ بالشحن لكي نتعلم الأشياء أخرى لكي نتعلم الفعل. لا نسخينا بك ، لكن في الخطة ، ما هي الرسالة المباشرة التي تقول لها؟ صبر ، أي صبر ، أنتعليه اليوم ، لا يمكنك إيجابية ، ليس صبر حقيقي ، فواجه نفسك ، والقليل المصطلح الحقيقي ، كما أنا كنتهرب ، كما أنا محبطة و لم أصيق الخبار ، كما أنا مليئ بالطاقة السلبية و لم أردت راسي البال ، كما أنا أعطي راسك ، فاعثى أن صبر دائما لدينا نتيجة إيجابية ، لكن الطريقة إيجابية ، صبر مقرون بالفعل ، أي صبر مربع في يديك ، وكأن تساين منه ، لا يصبر لا تصبر لأن السعي تلق لأنك يقول لإنساني إلا ساعة ندير ونفعله هذا هو الصبر الحقيقي. فأعقلها وتوكلها. وصبر في الساعات قمت باستخدام العقل ومتشاركي بشكل وكيف تصل لها. هذا هو الصبر الذي يغيير حياتك 180 درجة جدًا لا يرى حسن له. شكر مونة. كانت معنا اليوم مشارفة في طبيعة الحال تكتبون الصباحي مندربة معتمدة في التطوير الذاتي. في هذا الموضوع نحن نمر من هذا العشرة الأواخر اللي ربما خلال السنة يمكن أن تكون قدر واحد الوبتي بيلون نراجعوا رأسنا نراجعوا حساباتنا نراجعوا أخطأنا نراجعوا مجموعة الأمور في النفسية دينا وأكيد أنه الجانب الروحي والديني مرتب مشكل كبير بالجانب النفسي اللي تيخصنا نخدمو عليها بطبيع الحال و تيخصنا نديرو عليها المجهود باش نقدروا نزيدوا للقدام المشكلة هو أنك تلقى راسك في نفس المكان ما تتحرك ولكن إذا كانت الحركة ولو بيبط فهذا دليل على أنك غادي في طريق الصحيح و دليل على أنك إنسان قادر أنك تزيد القدم و قد تكون طروف صعيبة غادي تجاوزها واحد من نهار غير ما زيد من الصبر له و مقرون بما هو إيجابي بطبيعة الحال و عنده واحد الهدف إيجابي في الخيطة ما سخيتش بكم ولكن وقت البرنامج وصل النهاية لك نبغي نشكر معيك حلاوي و اسماعي الروحي لراكمنا اليوم في الإخراج شكرا لكم دمتم في رعايتنا نلتقي الأسبوع المقبل و إلاك شكرا لكم